مثال خير فيديو جديد بلوري كلير ومراجعة سيزون 1 من انيمي يوجي او كنا قبل كده اتكلمنا عن سيزون 0 وقارننا من الانيمي والمانجا المرة دي هنتكلم بقى عن المسلسل الاصلي اللي احنا المفروض شوفناه كلنا على ام بي سي وكده والمقارنة بين الانيمي الانجليزي والانيمي الياباني وفي الاخر ممكن نتكلم في عمان عن المانجا لو كان فيه في المانجا فاصلي يعني للحلقة اللي موجودة دي وخلينا نبتدي باول حلقة اللي عنوانها في الانجليزي heart of the cord او the heart of the cord او قلب الورق اللي طبعا فضل يوجي يقولها طول الوقت الحلقة الياباني كان اسمها مختلف كان اسمها رعب التنين الابيض طبعا اسمه مختلف لانهو كانت بتتكلم بقى عن بداية ظهور التنين الابيض وكده والحلقة دي على فكرة مش موجودة في المانجا بالنسبة لأول جزء لان احنا كملنا على سيزون 0 هو اكمله من سيزون 0 الحلقة دي كان زي تجميع لأهم الحاجات اللي حصل في سيزون 0 قبل كده الماتش بتاع يوجي وكايبا ممكن تشوفها الفيديوهات اللي عموجودة على الشانل في المهم خلينا نبتدي بالحلقة زي ما قلنا ده اسمها بتبتدي الحلقة بان يوجي بيعلم جوي اللي هو جونشي بالياباني وتريستن اللي هو هوندا بالياباني برضو واقف جنبهم فبيعلموا لعبة دول منسترز وهنا دي اول مرة بنشوفها في الجزء ده بقى خلاص الجزء اللي فتن كله علعاب كتيرة هنا بيبتدي بقى بلعبة دول منسترز اللي هي اللعبة الرئيسية في الفيديوهات كلها زي ما احنا عارفين وتايا اللي هي عنزو بتشرح لهم بقى انك بتعمل لك من كروت سحر وففه وحوش عشان تعرف دهاجم بيها لغاية دلوقتي اللي اتنين ماشيين عادي مع بعض جوي الاول بيلعب وحش هجومه 800 اللي هو كجيموشو اوف ذا بلو فليم وهنا تايا بتشرح ان الحوش عندها نقط هجوم ونقط دفاع وان اللي بيينقص نقط اللي قدامه للصفر في الاول هو اللي بيكسب طبعا احنا عدفينه الكلام ده هنا بقى Logan في الانيمي الياباني شكل الورقة موجود كامل زي ما احنا شايفين كده شكل الورقة موجود مكتوب عليم الياباني ليه فيه الهجوم والدفاع والاتريبيوت وفيه كلام مكتوب اللي هو على التكستيك الكرد لما تحاول الانجليزي مش حاطين غير الهجوم والدفاع والنجوم والاتريبيوت مش كاتبين حاجة عنده مش كاتبين ولا كلمة على كرد تقريباً ده برضو عشان يسهلوا الدنيا اللي بيشوفوا مش عارف قوي بالزبط او عشان ما يدوش يترجمه بقى كرت كرت مش متأكد بالزبط عمله كده ليه المهم يوجي بيشوف اللعبة بتاع جوي يقول له اه لعبة حلوة بس انا عندي لعبة احسن وبينزل وحشي هجومه 1500 ويهاجم عليه ساعتها بيدمره يقول له ان جده عنده محل ألعاب اللي بيبيه في الكروت ممكن هناك يروح يشوف كروت تانية يعني لو حد كايبة باقة كان قاعد على الجنب بيسمع difالكلام ده, طبعاً هنا باقة كايبة في النسخة الياباني حول انجليزي كان قادم بيقراء كتاب بس في الانجليزي كان الكتاب غلافه مش موجود عليه حاجة في الياباني كان الكتاب هو كتاب هكذا تكلم زردشت بتاع نتشا وده كتاب تقيل قوي يعني اللي يحب الفلسفة وأقراء كتاب هوه كتاب روعة جداً بس الكتاب ده مش كتاب أطفال أولاً هو كتاب ميم يعني مش انتكلم عن فلسفة نتشا في الفيديو بس هو كتبتي قيله تقريباً لأنهما كانوا بيوجهوا للأطفال وفوركيتز وكده فشاهلوا اسم الكتاب خدس. كاي بقاعد بقى سمع ان جد يوجي عنده ultimate super rare card فطبعاً بص كده وبص الطريقة غريبة بيروحوا بعد كده لجد يوجي وبيشوفوا الورقة وكلهم بينبهروا معادة تريستان بيمسك هيقول معادي يعني ايه المشكلة فجد يوجي بقى بيمسك الورقة منه ويقوله ان ما فيش غير اربع كروت بس زي ده في العالم وهو معاه واحد من الاربعة دول طبعاً احنا عارفين بقى من التلاتة التانيين احنا عارفين من قبل كده. في النسخة الانجليزي جوي بيعرض على الجد ان هو يبدل الكارت ده فالجد بيقوله لا فبيقوله طب وريني كروت تانية في النسخة الياباني بيقوله طب اي رأيك اشتري الكارت فجد يوجي بيقوله لا برضه فبيقوله انا كده كده معايش كلوس ان انا اشتري الكارت ده مش عارف بالزبط ايه فكرة الحتة دي هل هو مش عايزين يحطوا شرع مش عارف ليه بدلوها شرع و تريد ان هو يبدل بدل ما يشتري مش عارف بس ما علينا. بعد كده بنشوف كايبا داخل وفي النسخة الانجليزي كايبا بيقول ان هو سامع ان جد يوجي عنده كارت عايز يشوفه وفي النسخة الياباني بيقول ان هو سامع ان جد يوجي ده كارز مينيك يعني مجنون ومهوز بالكروت وكده فجاله برضو. جوي هنا بيسأل كايبا يقوله ايه ده انت كمان بتلعب اللعبة بتاعت الكروت مش معقول فكايبا بيقوله يا ابني انا بطل العالم انت مين انت اصلا انت عبيت ولا ايه فجوي بيتعصب يوجي بيخش بينهم المهم كايبا بيخش يقوله انت عندك كروت بقى تستاهل في المكان اللي احنا فيه ده ولا لا. هنا كايبا بيشوف blue eyes white dragon وبيستغرب قوي فبيقول جد يوجي ان هو مستعد يشتري منه الكارت ده فجد يوجي بيقوله لا وبيقوله ان المشكلة مش عشان الكارت نادر المشكلة ان واحد صاحبه ادهوله هو متعلق بالكارت ده حتى لو كان كارت عادي كان هيحس نفس الاحساس ناحية الكارت ده كايبا بقى بيتعصب وبياخد شنطته اللي في ايده دي وبيطلع بره وبيقعد بقى يشتم ويهلفظ بالكلام بعد كده كايبا بيبان ان هو قاعد في مكتبه وفي النسخة الياباني بيبان صوت بيقوله من الناس اللي هو المساعدين بتوعه ان هم عارفوا يجمعوا التلات نزخ بتاعة الكارت هنا هنا بيقول مش ناقص غير الكارت اللي مع جد يوجي بعدها بيبعت ناس يجيبوا جد يوجي فبيقوله ان كايبا بيتحدى بقى في مؤدول ومبرزة وكده فجد يوجي قال لهم ولو انا رفض قالوا لا مش هينفع ترفض قال طبعا هعلمه بقى ايه هارتو في ذا كارت هعلمه حاجة عن قلب الورق طبعا رجل شفرم خالص زي ما احنا عارفين بعد كده بيجي بقى المجموعة بتا بيروحوا عند جد يوجي بيلاقوا الباب مش مقفول وبيلاقوا بقى ان في حاجة حصلت جد يوجي مش موجود بيخشوا هنا هنلاقي فرق برضو بين الياباني والانجليزي ان كيه كلمة ناو برينتنج هنا متشالة مش عارب بيتصرفوا حاجات غريبة او بيغيروا حاجات غريبة اسمع علينا التليفون بيرن في يوجي بيرد كايبا بيقوله تعال اخد جده جده شكله تعبان بيروحوا على هناك بسرعة بعد كده في النسخة الانجليزي كايبا لما بيخش بيقوله ها الراجل اللي عجوز ع اعمل ايه حاجة كده في النسخة الياباني كايبا بيقول ان انتو تأخرتوا قوي جوي بيتعصب وبيسأل كايبا ايه اللي حصل في بيقوله ان احنا لعبنا وكل واحد بيحط كارت فاليابل عنده كهدية او كجيزة يعني اللي هيكسب بس واضح ان الجد ما استحملش يعني ما وضحش قوي بس في النسخة الياباني قال انه ما استحملش اللي هو عمله او النزام بتاع اللي احنا عارفين بقى لو حوش بتزهر وكده كانت ساعتها اول حلقة بقى ما حد شوام حاجة لسه تابتزعق في كايبا وتقول له يا رجل يا مهزة اللي انت عملته ده المفروض تبقى خجلان من نفسك كايبا بيقول لها ان لا ده كانت حاجة فير في الياباني كانت تايب تقول له انت اكيد غشيت وكايبا بيقول لها مستحيل انا ما بغشش خلص كلامنا هنا بقى كايبا بيعمل الحركة الشهيرة وبيمسك بلو ايز وايز وايز درجة ويمطعه نصطيل فاييو جيب الله الله خرب بيتك ده الكارت بتاع جدي انت ايه اللي عملته فكايبا بيقول كده مش هيستخدمه ضدي خالص اهاها وكده وفي نفس الوقت في الياباني كان بيقول ان الديك ما ينفعش يحط فيه غير ثلاث نصف من الكارت فالكارت الرابع ده اكيد عدو لي فالاحسن يخلص منه لان هو كده كده مع التلاتة التانيين انا بنفهم بقى جدي يوجي بقى بيوصل لديك بتاعه وبيديه ليوجي يقول له انت ام ليا يوجي ما تعملش فقا يوجي بيقوله بقى تكب بقى يا عم انت اتنايلت خسرته وعايز مني ايه تاني فهنا كايبا بيقول ايه انت خايف ولا ايه فا يوجي بيقول له لا ده انا بس نفسه ما ينفعش يسيب جدي لوحدي داعيان فراح التانيين بقى قالوا مالكش دعوا احنا هنخلي بالنا من جدك احنا هنقعد معي روحين تلعب فطبعا هنا يوجي الدبس واضطر ان هو يلعب مع كايبا هنا بقى جوي بيقول ده يوجي ده احسن راح بيلعب اللعبة دي ومش معقول وبعدين بيفتكروا بقى هنا الذكريات ما جاتش في السيزن ده بيقوله ان انا كنت طول عمري بحب اهاجم الناس واضربهم بس انت غيرتني وعلمتني حاجات كتيرة وبيتكلمه طبعا البيدي المفروض هنا ما نعرفش عنه حاجة لان هو ما ظهرش بس احنا فاهمين الفكرة يعني وهنا تي بترسم على قديهم علامة الصداقة اللي هي مش فاهمين جابتها منين اساسا وبتقول لهم بعد كده ان الانك الحبري ده هيروح بس علامة الصداقة هتفضل فقلبنا طول الوقت بياخد بقى بياخده جدي يوجي يروحه على المستشفى وبيسيبه يوجي الواحده يلعب كايبا هنا كايبا بيقوله ان هو جهز المكان بنفسه يلا هنلعب كل واحد عنده الفين نقطة واللي بيوصل لزير الاول يخسر وفي الياباني كايبا بيقوله ان هو يلعب بالقواعد الخاصة بتاعة كايبا اللي احنا مش عارفين هي لسه ايه بس هي تبقى تقريبا المكان اللي هو بيلعب فيه هنا طبعا يوجي هي يقوله انت يا سلام فرح هو كمان البلانيان بازل بتاعه ونظهر وراح ايه طلع يوجي نفسه اللي هو اليوجي الوريجنال بتاعنا يوم يوجي ظهر له هو كمان وقال له يلا نلعب يعني انا مش خايف منك كايبا بيستغرب كده بس بياخد باله وبيتملك نفسه بسرعة وبيبتروا يلعبوا بقى كايبا بينزل وحش هجومه 1200 يوجي بيلعب وحش هجومه 1400 مقبا بيخش بيشوف ان كايبا بقت نقاطه 1800 عشان فيه متين كده نقصهم وجوي مبسوط بقى وبيلعبوا ماشي تمام هنا كايبا بيلعب وحش هجومه 600 اللي هو ساجي the clown وبيلعب عليه كارت spell equipped تقريبا اللي هو بيخلي هجومه يتضاعف تلت مرات طبعا الكارت ده مش موجود اساسا اسمه the negative energy generator النسخة بقى موجودة مختلفة بين الياباني والانجليزي بالشكل احنا شايفينه ده الماتش بيكمل بيوجي بيسحب الكروت بتاعة اجسوديا جزء جزء وهنا بنشوف برضو انهم اغيروا في ال background بتاعة الكارت بدل ما كانت فيه نجمة خمسية موجودة بقت spell binding circle موجودة هنشوف الكارتينجا ببعض كده بعد كده يسيدي بيبان ان يوجي مش بيكسب قوي فتايبة بيقوله انا حاسس ان روح جدك الضعيفة موجودة في الكروت في النسخة الياباني بيقوله انا سامع اصوات جدك وهي بتبطأ طالع من الكروت لوك انه بيموت يعني يريدينج جدك اللي بيموت دلوقتي سامع خلاص ان انفاسه الاخيرة طالع من الكروت هو الياباني cruel اكتر عنيف اكتر شوية يوجي بيقوله لا انا وثق في heart of the card وقلب الورق والكلام ده وان القلب جدي موجود في الكروت والتاني في الياباني اعقل شوية بيقوله ان روحه والباشن بتاعه موجود في الكروت هو نفس الكلام يعني يوجي بعد كده بيسحب جايا وبيلعبه وبيهاجم التاني بيلعب blue eyes wild dragon او الواحد هجمه 3000 الماتش ماشي عادي يعني فوش مشكلة بعد كده يوجي بيلعب swords of revealing lights اللي هو بيمنعه ان هو يهاجم سي ما احنا عارفين تلات دوار في يوجي بيبقى عنده شوية وقت ان هو يعرف يشوف بقى اللي هيعملها وايا كان بنشوف طبعا معاه اجزاء لاكزوديا معاه حوالي تلات اجزاء وبرضو متغير شكلهم زي ما احنا قلنا خلاص بقى كل الكروت بيتغير شكلها من الياباني الانجليزي زي ما قلنا قبل كده وهنا جد يوجي بيظهر له بيقوله ان الكروت عاملة زي البازل اللي انت حليت ولما تحل البازل هتعرف تكسب هنا بقى انا مش اقدر افهم بقى هنا يعني هو ما كانش عارف من الاول ان الكروت لما يجمع اجزوديا هيكسب لما جده قاله ان هي بازل فيهم بقى ان هو المفضل يجمع اجزوديا حاجة غريبة يعني ما علينا في النسخة الياباني بيقول ايه ده اجزوديا معقول هي فيها كل اجزاء اجزوديا هنا بقى في الياباني اوضح شوية هو بيقول ما يمكن جدي ده بيارفش يلعب اصلا وحاطت الرجل والييد وخلاص بس هل معقول كل الاجزاء موجودة فالياباني هنا منطقي شوية اكتر بيكملوا لعب وبعدين كايبا بيلعب جادج مان الهجومه الفين ومتين وبعدين يوجي بيلعب دارك ماجيشن بيهاجم على جادج مان كايبا بينزل بلو ايز وايد دراجن تاني وهكذا يعني يعني عادي ينمشي شغال ما فيهوش حاجة يعني سيجنيفيكان فيش حاجة مهمة قوي هنا بقى الحتة المهمة يوجي حاس ان هو يخسر معندوش حاجة تانية هيعملها يقول ايطارها اخسر ولا ايه وبعدين بيفتكر الايد بقى اللي تير رسمتها وصحابه وبعدين هنا كايبا بقى بيبصله وبيقوله اسحب كرتك درو يور لاست باثيتك كارد يوجي حاها اسحب بقى كرتك الاختراني المثير للشفقة عشان اكسبك هنا بقى يوجي بيبصله في الجزء اللي كلنا عارفينه بيقوله مايجراند بقى ديك هز نو باثيتك كارد جيل ديك بتاعت جدي ما فيهاش باثيتك كارد زي فيها اكزوديا ده وطبعا كايبا بقى بيعمل اه مش معقول اكزوديا وبيبتدي يظهر اكزوديا من النجمة الخماسية اللي موجودة اللي تحولت بعد كده النجمة مش خماسية نجمة شكلها غريب مش عارف دول كم سن لها وطبعا اكزوديا اوبليتريت ضمر بقى وامحي اكزوديا بيهاجم الهجوم اللي احنا عارفينه ده ويوجي بيكسر هنا بقى كايبا مش مصدق ان هو خسر وبيسأل ازاي ده حصل يوجي بيقوله ان هو كان المفروض يصق في قلب الورق وفي الياباني بيقوله ان هو هيدمر هيكراش الشر اللي موجود جواه وبيقوله مايند كراش وبيعمل له كده فبيكسر بقى وبيكسر زي ما احنا عارفين والمفروض ان الشر الجواه كده انصحق او اتدمر او اي حاجة وكايبا بيقع على ركب وبقى اعمل كده وبعد كده جلت يوجي بيصحف المستشفى بيقول ايه ده يوجي يكسب ولا ايه حاجة كده وبيبنلنا بقى في كزوديا كوباية واين كده وكول قوي واحد بيخش بيقوله ان كايبا اللي هو الخسر عن طريق واحد اسمه يوجي فبيقول من كده واني بتلمع وتخلص الحلقة هنا ده كان اول حلقة موجودة في الانيمي الياباني والانجليزي ومش موجودة في المانجا فمش هنتكلم عنها فدي كانت الحلقة او ده كان الفيديو فقاريت لو عجبك تعمل لايك وسابسكرايب وشير على الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي والجزء الجاي هيبقى الحلقة الثانية زائد المانجا فايدة بس كده شكرا جدا اشتركوا في القناة